اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المجلة ضيفنا في هذه الحلقة مولانا الدكتور عبد الرحمن الصواغ الاستاذ المساعد بقسم الفقه واصولة في قرية الشريعة والدرسات الإسلامية بجامعة الكويت وبحث المميز الموسوم بنزع ملكية براءة الاختراع للمنفع العام هذا البحث الواقع لا مناسبة أن كورونا شركات أنتجت أدوية خاصة لمعالجة فيروس كورونا وبالتالي هل يجوز أخذ الدولة براءة الاختراع من الشركة المنتجة لهذا اللقاح وبالتالي ممكن يكون مشاع لجميع المرضى بعدم هناك أبحاث موجودة في موضوع النزع الملكية ولكن النزع الملكية في موضوع كورونا هو كان فقرة البحث مولانا بداية أهلاً ومراحباً بك في برنامجك برنامج المجلة ودنا دائماً إحنا في أي باحث نغش معه شيئين شيء الأول فقرة البحث يعني البحث كان لها سبب كان لها فكرة أنتجت هذا البحث القيم فمولانا ما هي الفكرة الدافعة لهذا البحث أولاً بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في البداية الشكر مصوم لمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت وأنت على رأسها الدكتور أبد الرزاق في إتاحة الفرصة للباحثين بنشر مناقشة أبحاثهم للجمهور وهذه خطوة رائدة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها في البداية دكتور لما حصل حصلت أزمة كورونا جرى نقاش قانوني خصوصاً في لوات المتحدة الأمريكية في بداية محدودية إنتاج الشركات المصنعة للقاح كورونا فحصل نقاش هناك في مدى جواز أن تقوم الدولة أو الحكومة أو من يمثلها بنزع ملكية براءة الاختراع واستخدامها للصالح العام خصوصاً أن هذه جائحة صحية عامة فبالتالي برزت لدي الفكرة في النظر في مدى جواز ذلك فقهياً وقانونياً خصوصاً أن الفقهاء المعاصرين بحثوا موضوع الملكية الفكرية وأحد نواعها براءة الاختراع وتناولوها من كل الجوانب إلا أن هذه الجزئية لم يتطرق إليها الفقه المعاصر فبالتالي شرعت فيه بحث هذه الفكرة تأسيساً على القواعد المتعلقة بالتعارض بين المنفع العامة والمنفع الخاصة في الشريعة الإسلامية ثم محاولة تطبيقها على الملكية الفكرية هل هي تطبق بشكل تام أم أن الملكية الفكرية لها طبيعة خاصة تختلف عن الملكية العقارية مثلاً أو الملكية المنطولة وهذا كان ميدان البحث طيب الآن البحث نزع ملكية الاختراع للمنفع العامة المراد هو ما تظل فيه هو نزع براءة اختراع شركة للمنفع العامة هذا بالضبط يعني هي براءة الاختراع الدكتور عبد الرزاق عبارة عن شهادة تصدرها جهة إدارية في الدولة لمخترع معين تحمي هذا النتاج المبتكر وتضفي على هذا النتاج المبتكر حماية قانونية وتحميه عن أي اعتداء يقع من الغير على هذا النتاج وتتيح لصاحب الاختراع الاستفادة المالية منه استغلاله وكذلك التعاقد مع طرف آخر وتحقيق العوائد المشروعة من هذا الاختراع فالآن الحديث الحديث هذه براءة الاختراع الآن في الحوادث العامة أو في مقتضيات المنفع العامة في مثلا حادثة أو جائحة صحية عامة أو كذلك في أغراض الدفاع الوطني هل يجوز للدولة أن تقوم بنزع ملكية براءة الاختراع أم لا يجوز لها ذلك؟ هذا هو السؤال ونزع الملكية يا دكتور يعني هو إجراء إداري يختلف مثلا عن التأميم ويختلف عن المصادرة فهو إجراء إداري يصدر على هيئة قرار إداري أو مرسوم تنفيذي سألوك عن موضوع ربط التأميم بالطيب الشريعة للشك حافظت على الملكية الشخصية بالتالي بحثك كان من جانبين قانوني وشرعي ما هي الشرعية التي تتيح للدولة وإذا جاء أخرى نزع ملكية خاصة لأجل منفع عامة؟ بقدر ما دلت الشريعة الإسلامية الاحترام الملكية الخاصة فإنها دالة أيضا على أن هذه الملكية الخاصة مهدرة إذا تعارضت مع منفعة تسمو عليها ولو لاحظنا دكتور عبد الرزاق في مثلا في الفقه الإسلامي نجد أن هذا الإهدار للملكية الخاصة يسري في متسويين اثنين هناك مثلا إهدار لما تتعارض منفعة خاصة مع منفعة خاصة أخرى فالشريعة الإسلامية تتجه إلى بيان أيهما أولى بالاعتبار فتقدمها وتهدر الأخرى مثل الشفعة الآن الشفعة مثلا الشريعة رأت أن مصلحة الشريك في دفع ضرر الشركة عنه أولى من مصلحة المشري في إمضاء شرائه مثلا بيع أموال المفلس رأت الشريعة أن مصلحة الدائنين في استفاء أموالهم أولى من مصلحة التمتع المفلس بأمواله ولذلك حتى أن الفقه الإسلامي متقدم كثيرا على كثير من النظم القانونية الأخرى خصوصا فيما تميز به المالكية والحنابلة في العلاقات الجوارية الفردية يعني مثلا دكتور أنا عندي منزل هل يجوز أن أتخذ المنزل هذا ككتاب للصبيان؟ هذا الآن في نطاق حقي لكن الآن سيتعارض هذا مع مصلحة الجيران في الإزعاج مثلا في صوت الصبيان وعلى مستغلال المنزل لقضية السكن القضية الأساسية كذلك استخدام تحدثوا عن فتح فرن في المنزل كذلك استخدام مثلا الحدادة فبالتالي إشكالية التعارض مع الحق والواجب الحق في التمتع بملكك الخاص وكذلك الواجب في أن هذا الاستعمال لملكك لا يترتب عليه إضرار بحق الآخرين فهذه الإشكالية بحثها الفقهاء بحثا جيدا هذا على مستوى التعارض مع مصلحة خاصة إذا تين المستوى الآخر وهو أن تتعارض المصلحة الخاصة مع مصلحة عامة فالشريعة الإسلامية تقرر أولا في الأصل العام أن المصالح معتبرة والمفاسد ملغات ثم بعد ذلك تبع الفقهاء تقريرات مختلفة في بيان مراتب هذه المصالح أو مراتب هذه المفاسد وكيف تتعارض هذه المصالح والمفاسد وأيهما يقدم وأستحضر هنا إمام هذه الموازنات العز بن عبد السلام في كتابه الماتع القواعد لذلك القاعدة التي استقر عليها الفقهاء أن المنفع العامة تقدم على المنفع الخاصة والمنفع القطعية تقدم على المنفع الظنية وهكذا فهذا الأصل اتبعه مثلا الخلفاء راشدون وطبقوه عمليا فعمر رضي الله عنه لما رأى أن المسجد الحرام ضاق بالناس اشترى البيوت التي حوله المسجد وكذلك في المسجد النبوي وأبى بعض الناس أن يبيع هذه البيوت فعمر أكرههم على هذا البيع ووضع لهم الأثمان أو وضع لهم في بيت المال يأخذونها وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه فبناء على عمل الخلفاء الراشدين بناء على هذا الأصل المتقرر فقهيا وشرعيا تحدث الفقهاء مثلا عن تطبيقات لتعارض المنفع العامة مع المنفع الخاصة لكن لو تأملنا دكتور نجد أن هذه التطبيقات تتركز مثلا على الملكية العقارية مثلا يكون هناك طريق وتأخذ هذه الملكية العقارية لتوسعة طريق مهم أو لتوسعة مسجد أو لتوسعة مقبرة هذه أبرز الأمثلة أو يكون هناك فدان في رأس جبل فيأخذه الحاكم بناء على غرض دفاعي مثلا التحصن مثلا وهكذا فهذه الأمثلة كانت تناسب ولكن هذا مشترط لأن يكون ثمن مناسب أكيد بلا شك للعين للعين أن تقدم الدولة أو تقدم الجهة التي نزعت هذا الملك تعويضا عادلا وهذا جاء منصوصا عليه في عبارات في حال عدم تقديم التعويض العادل فلا يصح نزع الملكية ونص على ذلك الصن لذلك هذا النزع إذا طبقنا هذه الأفكار أو طبقنا هذه الأحكام التي قررها الفقهاء على الملكية الفكرية فإننا نجد أن العلة التي أجاز بها الفقهاء نزع الملكية الخاصة لتعارضها مع المنفع العامة تتوفر في كذلك ملكية براءة الاختراع ففي حالات معينة قد يحتاج المجتمع حاجة عامة إلى هذا الاختراع فيجوز من حيث الأساس من حيث المبدأ هنا أننا ننزع هذه الملكية الخاصة طيب قلنا من الضوابط مثلا العين المؤجرة قلنا تكون بثمن عادل في ضوابط أخرى لموضوع الضوابط الشرعية لموضوع ننزع الملكية هذا للآن الآن هناك ضوابط هذا الدكتور عبد الرزاق إجراء استثنائي أنني أنزع الملكية الملكية الخاصة محترمة في الشريعة فأنني أنزعه هذا إجراء استثنائي لذلك هذا الإجراء الاستثنائي لا بد أن يحاط بالسياج من الضوابط حتى تحقق المقصود منه أول ضوابط وهو ضوابط مهم جدا أن تتوقف المنفع العامة على هذا النزع ولاحظ دكتور أنا ما قلت أن تكون هناك منفع عامة لا لا بد أن هناك منفع عامة وتكون تحققها متوقف على هذا النزع لذلك بن عبدين الحنفي كان موفقا عندما تطرق إلى هذه الجزئية فمثلا لما تحدث عن المثال الذي يتطرق إليه أسلافه الأحناف مثلا توسعة مسجد توسعة مقبرة قال ليس كل مسجد ولا كل مقبرة وإنما المسجد الذي لا يوجد مسجد مكانه مثل المسجد الحرام أو المقبرة التي لا توجد مقبرة مكانها فيركز على أن هذه المنفعة لا بد أن تكون متوقفة على هذا النزع والضابط الثاني أن يقدم تعويض عادل لصاحب الملكية لأن هذا مبدأ التعويض في التملك القهري جاء منصوصا عليه في عبارات الفقهاء لا بد أن يقدم تعويضا عادلا بالقيمة السوقية أو أعلى منها إلى صاحب الملكية الضابط الثالث لا بد أن تتوفر الرقاب القضائية على هذا النزع وهذا تحدث عنه الفقهاء في نزع الملكية الوقفية في نزع الوقف لو كان ثمة مسجد وبجانبه وقف فقالوا مثلا بعض الأحناف مثل ابن نجيم وكذلك جاء في الفتاوة الهندية أن هذا الوقف لا ينزع إلا بأمر القاضي الباقي ذكره بأمر السلطان لكن الوقف نص عليه أنه يكون بأمر القاضي وهذا التنصيص الرقاب القضائية لولاية القاضي على هذه الأوقاف من جهة ومن جهة أخرى خشية أن يتعسف الولاة في الاستلاع على الأوقاف بحجة أو ذريعة المنفعة العامة في حماية لهذه الأوقاف والأجدر فقهيا في نظري أن كل نزع للملكية الخاصة لا بد أن يكون محاطا برقابة قضائية سواء رقابة قضائية سابقة على قرار النزع بأنه لا ينزع إلا بإجازة قضائية أو رقابة قضائية لاحقة بأنه يتاح لصاحب الملكية إذا رأى ثم تتعسف في قرار النزع أن يتظلم إلى القضاء والقضاء هنا ينظر في ثلاثة أشياء أساسية على أجالة ينظر في أهمية المنفع العامة ينظر في أن المنفع العامة هذه تتوقف على هذا النزع وينظر كذلك في عدالة التعويض المقدم لصاحب الملكية الخاصة طيب مولونا التشريعات القانونية أنت ذكرت كثير من التشريعات وخاصة عندما تنقل الدراسات السابقة فما هي التشريعات القانونية في هذا الصدد؟ إذا نظرنا الآن إلى الجانب القانوني نجد أن براءة الاختراع قد نظمت تنظيما قانونيا واسعا خصوصا في العصر الحديث والقوانين هذه نظمت مثلا أعملية تسجيل الاختراع نظمت كذلك أعملية استغلال الاختراع ونظمت كذلك الحماية القانونية المتاحة لهذا الاختراع وكل هذه التشريعات كلها ذكرت مسألة تعارض منفعة المجتمع مع منفعة صاحب الاختراع تناولتها بالتنظيم القانوني هذا التعارض نصت عليه التشريعات من خلال أمرين كيف يمكن أن نحل هذا التعارض فنصت على وسيلة وهي وسيلة النزع الجزئي إن لم تقم وسيلة النزع الجزئي بكفايتها ننتقل إلى النزع الكلي أولاً ماذا أقصد بالنزع الجزئي؟ النزع الجزئي أن نقيد حق مالك براءة الاختراع في استغلال اختراعه كيف نقيدها؟ بأن الدولة تدخل معه وتشرك نفسها معه في استغلال اختراعه فالدولة تقوم باستغلال اختراعه جبراً عليه من غير إذنه وتقوم كذلك بالترخيص لغيره باستغلال اختراعه وتبقى حقوقه هو في استغلال اختراعه وفي أنه هو المخترع يتعاقد مع شخص آخر بأسعار وشروط تفاوضية مناسبة ويحقق العوائد المشروعة له فهي تشرك نفسها في ذلك وتشرك الآخرين بعد وتشرك الآخرين فنحن الآن قيدنا حقه الاستئثاري ما أصبح مستأثراً بها ما أصبح مستأثراً بها هذا الجزئي هذا الجزئي هذه تتم في القوانين المعاصرة عبر وسيلتين نظام يسمى نظام الترخيص الإجباري ونظام يسمى حق الاستعمال الحكومي أو الاستخدام الحكومي نظام الترخيص الإجباري وهذا موجود فيه كافة القوانين لدينا مثلاً قانون 71 على 2013 في إصدار قانون تنظيم براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي نظام واحد بين دول مجلس التعاون الخليجي في التشريعات العربية موجود في التشريعات الأجنبية كذلك كلها موجود نظام الترخيص الإجباري أنه في حالات معينة يجوز للدولة أن تدخل نفسها في استغلال الاختراع وتقيد السئثار المخترع في اختراعه وهذه الحالات مثلاً عندما لا يستغل المخترع اختراعه مدة معينة المخترع إذا السلم براءة الاختراع ثلاث سنوات والمجتمع بحاجة إلى هذا الاختراع وهو يمتنع عن استعماله فيجوز للدولة هنا أو للجهة الإدارية أن تصدر ترخيصاً إجبارياً كذلك إذا استعماله على نحو تعسفي أخذ براءة الاختراع لكن بدأ ينتج بكميات لا تكفل السوق أو بدأ ينتج ويتصرف بتصرفات تؤثر على حرية المنافسة أشياء كثيرة وصور كثيرة تدخل كلها في التعسف في استعمال اختراعه وكذلك وهذا المهم ويتعلق مباشرة ببحثنا في حالات الطوارئ العامة خصوصاً الصحية والدفاعية يجوز للدولة أن تصدر ترخيصاً إجبارياً تشرك نفسها في استعمال هذا الاختراع جبراً على صاحب الاختراع وكذلك في المنفع العامة وتوسع القانون في نظام الترخيص الإجباري هناك وسيلة أخرى نص عليها القانون الأمريكي والقانون البريطاني القانون البريطاني يسمى حق التاج والقانون الأمريكي كذلك يسمى بحق للسعمال الحكومي وهو أن الدولة لها الحق ولها صوتة واسعة في أنها متى ما رأت أن مقتضيات المنفع العامة تجيز لها أن تستخدم اختراع معين محمي ببراءة الاختراع فإن ذلك يجوز لها ذلك الولايات المتحدة الأمريكية استعملت هذا الحق كثيراً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي خصوصاً في مجال التصنيع الدوائي لما استعملت الوكالات الفدرالية استعملت هذا الحق حق للسعمال الحكومي في أدوية وموات طبية محمية ببراءات الاختراع كانت باع بأسعار غالية فاستخدمتها وباعتها بأسعار رخيصة وكل الطريقتين أو كل الوسيلتين نظام الإجبار أو التلخيص الإجباري ونظام للسعمال الحكومي كلاهما يتفقان في النزع الجزي الآن ما نزعنا الملكيته ما منعنا المخترع وإنما أدخلنا غيره معه قيدنا حقه للسئتار طب هل هناك تقاطع بين المنظور الفقهي ومنظور القانوني التقاطع موجود أولاً بس أضيف إضافة أن في السابق كانت القوانين والتشريعات القانونية تنص على النزع الكلي النزع الكلي الدكتور عبد الرزاق بأنني أنا أخذ اختراعك منك وأنت لا يحق لك استعمال اختراعك يبقى لك فقط التعويض العادل والنسبة الأدبية أن هذا اختراع القوانين تراجعت عن فكرة النزع الكلي ما عدا القانون المصري ما عدا في العربيين القانون المصري أما القوانين الأجنمية دوا دمس التعاون الخليجي كلها تراجعت عن فكرة النزع الكلي لماذا؟ لأنها رأت أن وسائل النزع الجزئي تحقق المراد تحقق المراد وتحقق كذلك تلبي المنفع العامة إذا قارننا بين المنظور الفقهي والمنظور القانوني نجد أن كلا المنظورين يتفقان على جواز نزع الملكية الخاصة إذا تعرضت مع المنفع العامة وكلاهما كذلك يتفقان على وجوب التعويض العادل لصاحب الملكية الخاصة وإذا رأينا استعمال القانون هذا التدرج القانوني في استعمال النزع الجزئي وأنه لا يصار إلى النزع الكلي إلا عند عدم تحقق أو عدم كفاية النزع الجزئي فأن ذلك نجده مطابق للقواعد الشرعية فلدينا أن القواعد الشرعية الآن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة كذلك تقدر بقدرها وهذا إجراء استثنائي فبالتالي لا يصار إلى النزع الكلي إلا عند عدم تحقق النزع الجزئي وكذلك يجب أن ننتبه إلى أمرين طبيعة الملكية الفكرية الدكتور عبد الرزاق تختلف عن طبيعة الملكية العقارية أنا الآن عندي عقار يا أني أنزع من صاحبة يا أني أخلي بيد صاحبة بس الملكية الفكرية ملكية براءة الاختراع لها طبيعة شخصية فممكن أنني أستفيد من هذا الاختراع ويبقى هو كذلك يستفيد من هذا الاختراع فنلاحظ الآن النزع الجزئي يحقق المراد ويناسب طبيعة الملكية أن هذه ملكية فكرية لها طابع شخصي الأمر الآخر أن النزع الجزئي يحقق المراد شرعا وهو أن يتيح لي مجال أرحب في تقدير المنفعة العامة نلاحظ القوانين ذكرت المنفع العامة تناولت الشيء الضروري والشيء الحاجي فعندي مجال أرحب في تقدير ما هي المنفع العامة التي على أساسها يجوز لي أن نزع الملكية أما أنني لو أقيد أقول لا يجوز النزع الجزئي وأنه يصار إلى النزع الكلي فأني قد ضيقت واسعا ولا يجوز لي أن ألجأ إلى النزع الجزئي الكل عفوا إلا على تفسير ضيق لمقتضيات المنفع العامة في حالات الضرورة القصوى مثلا أما أنني مثلا الوسائل النزع الجزئي تعطيني مجال أرحب في تقدير مقتضيات المنفعة العامة لذلك كما قال القرافي القرافي يقول إذا دار الملك بين أن يبطل بالكلية أو يبطل بوجه ما فالمتعين الثاني يبطل بوجه ما نزع جزئي لأن ذلك أقرب للملك لأن ذلك أقرب لبقاء الملك عفوا لبقاء الملك يبقى الملك الصاحب يتمتع به صاحب الاختراع والدولة تتحقق أو تحقق منفع العامة بإشراك نفسها في السلال كمقارنة بين التشريعات وبين الشريعة من وجه نظرك الآن هل كان الشريعة كضوابط أوسع أو أشمل من التشريعات القانونية نلاحظ أن الشريعة بالقواعد التي وضعتها القواعد العامة في حل الإشكالات بين الحق والواجب حل الإشكالات بين المصالح المتعارضة القواعد التي وضعتها في نفي الضرر كلها تستوعب هذه الوسائل التي تقررها القوانين هل القوانين هل القوانين أخذت بجميع هذه أو أخذت حسب الحاجة لها الملاحظ أن القوانين قد طبقت طبقت القواعد الشرعية الموجودة فيه أنه إذا أمكن إعمال المصلحتين فإن ذلك أولى من إعمال أحدهما وإهدار الآخر يعني أنا برأيي بنصها على وسائل النزع الجزئي بنصها على نظام الترخيص الإجباري وحق الاستعمال الحكومي فإن ذلك يحقق المصلحتين معا المصلح العامة والمصلح الحالحة تشريعات قانونية استمدت تشريعاتها من الشريع من الشريع الإسلامي من القواعد التي نظمتها الشريع هل مولانا استوعبت التشريعات القانونية من الطلبات وتداعيات جاية كورونا وهذا هو الآن المقصد التطبيقي أو منح التطبيق الذي أردت من خلاله اختبار هل هذه القواعد المتعلقة بحل الإشكال بين المنفع العامة والمنفع الملكي أو الملكية الخاصة خصوصا الملكية الفكرية الخاصة تلبي حاجات الطوارئ العامة أو الجوائح العامة. لو نظرنا في السنوات القليلة الماضية في جائحة كورونا. خصوصا في الدول ذات تصنيع الطبي المتقدم الغربي وكذلك الصين مثلا. لا نلحظ أي تعديل تشريعي أثناء فترة كورونا. ممتاز. لماذا؟ لأن كل هذه الدول تشريعاتها تتضمن سلفا وسائل النزع الجزئي. واستعملت ذلك. واستعملت هذه الوسائل وقد أوفت باحتياجات جائحة كورونا. باستثناء كندا باستثناء كندا وجدنا أنها في مارس 2020 أضافت تعديلا تشريعيا مادة تسمح لوزير الصحة الكندي بتفويض حكومي مسبق بأنه يستعمل أي اختراع أو أي دواء محمي ببراءة الاختراع تحقيقا للمصلحة العامة الموجودة. بكل النزع كل أو جزئي؟ نزع كل أو جزئي. لكن مثلا لو نظرنا إلى مثلا الأوليات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة فرنسا ألمانيا الصين كذلك كلها لم يحصل بها أي تعديل تشريعي لأن هذه التشريعات ضمنت سلفا وسائل النزع الجزئي نظام التنفيذ بالستثناء كندا. فنفهم من ذلك أن هذه الوسائل التي اتجه إليه القانون والتي كذلك تقررها الشريعة وتسوعبها في قواعدها هي كافية في مواجهة أعتى الظروف والجوائح العامة. بالتأي مولوانا أنت ما شاء الله ذكرت في بحثك ما يقارب 11 وصية وثلاث توصيات التوصيات أعتقد الآن أبرز توصية من الثلاثة ممكن نصل لها الضوء. أي توصية تشوف؟ أحد أهم التوصيات دكتور عبد الرزاق أن وجدت وهذا يحتاج إلى بحث مستقل أن المنفع العامة تحتاج إلى تحرير فقهي مستقل القوانين نظمتها لكن في الفقهية يحتاج إلى ما هي حدود المنفع العامة التي على أساسها أنزع الملكية الخاصة أو لا أنزع الملكية الخاصة فلدينا الآن المنفع العامة تطورت مع تطور وظائف الدولة الحديثة فإذا كانت هذه الأمثلة التقليدية البسيطة توسيات مسجد، توسيات مقبرة، توسيات مثلا طريق لكن الآن لدي منفع عامة مثلا تتعلق في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية مستقبلا في كذلك التنمية الاقتصادية هل تصلح أن تكون منفع عامة على أساسها أنزع ملكية خاصة؟ أم أن ذلك لا يتعلق بضرورة وإنما هو تفسير واسع للمنفع العامة؟ وبالتالي مفهوم المنفع العامة التي على أساسها أنزع ملكية خاصة أو لا أنزع يحتاج إلى تحرير فقه مستقل خصوصا أن هذه تضخمت الآن مع وظائف الدولة الحديثة والخطط المستقبلية وكذلك وظائف التخطيط الاقتصادي والصحي والدفاع طبعا لنا لو نذهب للمنفع العامة يعني أنت الآن الناس عارفة جسر الطريق الأمور التي نسمعها الآن في الأخبار والخلاف بين الحكومات وبين الشعوب الآن هل تتعدل الجموع نفسها؟ يعني أنت مثالك كان رائع في موضوع كورونا الآن في المنفع العامة أتوقع ستجمل أشياء أكثر ما هي من موسى الضوء الحالي وبالتالي يعني لو نظرنا إلى النقاش هناك نقاش أنا وجدته مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في الحق حق نزع الملكية يسمى Eminent Domain فيقولون لا يجوز مثلا هناك ولاية معينة أرادت استعمال هذا الحق في أنها تأخذ أملاك خاصة عقارات بهدف أن ذلك سيساهم في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية لهذه الولاية فهناك اعترارات كثيرة شعبية أن هذا الحق توسعت به هذه الولاية فلا يجوز الآن هذا هدف مستقبلي فهذه ليس ضرورة قصوة كذلك كيف تستعمل هذا الحق أو هذه الذريعة لنزع الأملاك الخاصة فنلاحظ هنا توسع السلطة في استعمال هذا الحق وكذلك أو نفسره على نحو ضيق هذا الآن يحتاج إلى تحرير فقهي ومستقل هذه هي التوصية الأولى توصية الثانية أتحدث كذلك عن تقاطعات الملكية الخاصة مع المجال العام وهذه نجدها دكتور عبد الرزاق مثلا في أبواب فقهية معينة تتحدث عن فروع مثلا كتاب الحيطان للحاكم الشهيد الحنفي تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي يتحدث عن حوادث أو فروع فقهية مثل ما في السابق تحدثنا عن مثلا الجار وجارة مثلا قضية جلك الله رمي القمامة في الحي قضية أنك تدخل مثلا في بين بابين قضية المرور هذه ذكرها الفقهاء الملكية الخاصة وكيف تتقاطع مع المجال العام التي حولها هذه كذلك تحتاج إلى نظر دقيق خصوصا أن الفقه الإسلامي كان متقدم على كثير من الفلسفات التنظيمية مثلا نجد القانون الإنجليزي لم يعترف بأن لا يجوز أنك تستعمل حقك بما يؤدي بالإضرار إلى غيرك إلا مؤخرا يمكن قرابة 1600-1700 تقريبا يعني في القرن السابع عشر أو الثامن عشر لكن هذه المسائل أو هذا الفهم القانوني والفقه الراقي في كيف أن الملكية الخاصة يجب أن نفهم تقاطعاتها مع المجال العام سبق به الفقهاء حقيقة المسلمون وبيّنوه بفروع فقهية لكن نحتاج إلى استخلاص الفلسفة التشرعية التي تكمن خلف هذه الفروع نشكر مولانا الدكتور عبد الرحمن الصواغ على بحثه المميز ونعطيكم إن شاء الله أن نلقى في بحث آخر إن شاء الله دونات الأصولية الحنفية إن شاء الله نلقى في شهر القادمة مع مولانا الدكتور عبد الرحمن الصواغ إذاك في الحين السلام عليكم ورحمة الله